موسيقى شرف لم تنله أي صحابية وراوية فصحابية اليوم جمعت بين العلم والفقه والجهاد في سبيل الله وهذه الصحابية ذاقت مبكرا حلاوة الإيمان والجهاد في سبيل الله وقد دربت بجهادها وعلمها وفقها وبلاغتها أبرز الأمثال على أن الإسلام ارتقى بالمرأة ووضعها إلى جانب الرجل في شتى المجالات في وقت كانت المرأة عند بعض الأمم يختلف في كومها كائنا بشريا طاهرا أم لا وعند بعضهم كسلعة تباع وتشترى لا يؤخذ برأيها حتى في الأمور التي تخصها فأعزها الله بالإسلام فاهتديت بعد ضلال وعزت بعد زل إنها الصحابية الجليلة أم معطية الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث وهي من كبريات نساء الصحابة أسلمت رضي الله عنها مع السابقات من نساء الأنصار وفي ساحة القتال وتحت ظلال السيوف كانت رضي الله عنها تسير في رقب الجيش الغازي تسقي عطش المجاهدين وتداوي جراحهم وتعد لهم طعامهم عن المعطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحة وأقوم على المرضى وفي غزوة خيبر كانت رضي الله عنها من بين عشرين امرأة خرجنا في الجهاد يبتغين الأجر والمثوبة من الله عز وجل وقد كانت أم عطية رضي الله عنها تغسل من مات من نساء المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا للمثوبة والأجر وكانت فقيهة حافظة ولها أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا امرأة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين حديثا ويروي عنها من الصحابة والتابعين الرجال وهي القائلة يهين عن اتباع الجنائب ولم يعزم علينا وقد انتقلت رضي الله عنها في آخر عمرها إلى البصرة وكان جماعة من الصحابة والتابعين يأخذون عنها غسل الميت فاستفاد الناس من علمها وفقها وعاشت رضي الله عنها إلى سنة سبعين هجريا رحم الله الصحابي الجليل أم عطية الأنصرية ورضي الله عنها وعن المسلمين والمسلمات الله جل جلاله رب العالمين وفي ملكه تفرد أرسل لكل قوم نبيهم وأرسل رحمة للعالمين محمدا يا رحمة للعالمين كم كنت رحيما ودودا وقائدا ذاك حال المؤمن العاشق للشفيع محمد قد غرد صلوا على الحبيب والسلام عليكم اشتركوا في القناة